لوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون يا رب اصلح الحال يلا يا ابني مالش نقلس مع بعض ساعة كده وان شاء الله تعالى تفضل تفضل نقلس مع بعض ساعة وبعد كده ان شاء الله رب انا تعالوا هنا في مكان هنا وبعد كده يعني انا هفكر في حل علشان المتأخرين والمتأخرات نشوف لهم حل ان شاء الله تعال هون ركن موجودة هون يلا زك يلا زك فيش وقت هون تفعيح التعجيبك عايز تعد جنب العمود هنا برحتك تسند دارك او ارجوك يا زكي ما فيش وقت خلصي يا زكي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد تعال يا ابن أهو في مكان هنا تعال تعال وقال المصنق رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايتنا في الدارين آمين 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 رحم الله من تقدم رحم الله من تقدم رحم الله من تقدم تعال يا ابن شوية كده تعالى كده ها ها خلا يلا ها يلا أول يا سيدة ها فصل في حقيقة الإخلاص والصدق الإخلاص أول أول منازل الصلاح أول منازل الصلاح الإخلاص يا حمزة الحقيبة معاك إن شاء القلبات مقصد مقصد مات يا ابني طيب الإخلاص أن ترى الله في العمل الله لا يتقبل إلا من مخلص يعني إيه من مخلص مولانا يعني من إنسان يراه أكرر الله لا يتقبل إلا من إنسان يرى الله أعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك ومن هنا قال العلماء في مقامات مقامات يعني مستويات الأول اسمه مقام المراقبة طيب الثاني اسمه مقام المشاهدة يعني إيه المراقبة المراقبة الله يراقبني أعلى شوية أنا أرى الله في كل شيء يعني إيه يرى الله في كل شيء قبل أن يفعل الشيء يرى الله فيعلم أنه حرام فيبتعد أو حلال فيفعل أدي الإحاطة هذه الإحاطة لا تكون إلا للصالحين لنعايش دائما مع ربه دائما في كل عمل يفعله يتذكر أن الله يراه الصدق في قوله وفعله وفي باطنه وظاهره الباطن النواية لا يطلع عليها إلا الله ده الباطن طيب الظاهر ظهر ما في الباطن عن طريق إيه قول أو فعل قول أو إيه أو فعل القول إما أن يوافق الواقع أو يخالف الواقع الفعل إما أن يطابق الواقع أو يخالف الواقع يبقى اسمه إيه اسمه صدق إن طابق وكذب إن خالف كان سيدنا أبو بكر يقول كان الناس في الماضي يفعلون ولا يقولون ثم جاء أناس يقولون ويفعلون ثم جاء أناس يقولون ما لا ده في زمن سيدنا أبو بكر طيب النهار ده إيه مش عارف تشوف التطور بتاع الناس لا يقول ولكن يفعل ثم إن وعد يفعل ثم يعد ولا يفعل ده في زمن سيدنا أبو بكر في الصدر الأول فما بالك بعد خمستاشر قرن الإخلاص علاقة بينك وبين ربنا أو علاقة بينك وبين الناس فتسمى رياءا الرياء أن ترى الناس في العمل هو ده الرياء أكرر بنى مسجد لمين لله بنى مسجد لمين حتى يقول الناس أنه من المحسنين النتيجة إيه النتيجة بكل بساطة أنه عمل سيء هذا العمل السيء الذي فعل يحبط العمل لأن الرياء يحبط العمل أما الإخلاص إنما يتقبل الله من المتقين أي الخائفين منه فلو تخاف من الله إذن أنت ترى الله إذن أنت لا ترى الناس عشان كده الإمام النووي في هذا الكتاب العظيم بستان العارفين الذي يحول الإنسان من عابد إلى عابد عالم سبب تأليف الكتاب أنه رأى أن الزهادة والعباد جهلاء فألف كتابا حتى يعبدون الله حتى يعبدوا الله تبارك وتعالى على علم أول شيء العلم فذكر أصول الأحكام سبب تسعة وعشرين حديث من الحديث النووية ثم بعد ذلك هيكلمني عن الإخلاص والصدق والتوبة لو تحققت التلاتة فيك ستظهر عليك كرامات الأولياء هذا هو الكتاب الذي نقرأه الآن أولي سيدي الصدق في القول والعمل أما الإخلاص أما أداة الفصل هيفصل الكلام قال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا صَحْمُ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ الشَّرِيْعَ بَقَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاءِ إِذَا تَحَقَّقُ وَذَلِكَ دِينُّ الْقَيِّمَةَ يبقى هنا وَمَا أُمِرُوا مَا أَدَتْ نَفِي إِلَّا ها أسلوب استثناء اللي اتنين مع بعض اسمه إيه بقى النفي والاستثناء يفيد الحصر يفيد الإيه الحصر يعني الله لم يأمرنا إلا بالإخلاص في العبادة وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ هذه العبادة الله نص على أنها بإخلاص نعم سيد فقال الله تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُدْزِينَ هُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ دين القيمة المستقيم نحن ندعو في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم اكرر اهدنا الصراط المستقيم اولي سيد ورأينا عن قذيفة بن اليمن رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإخلاص ما هو فقال سألت جبريل عن الإخلاص ما هو فقال سألت رب العزة عن الإخلاص ما هو فقال سر من أسراري استودعته قلب من أحببته من عبابي يعني الإخلاص لا يعلم الإخلاص منح من الله المخلص مخلص والمرتاء مرتاء لكن ممكن نغير نغير لأن الإخلاص عمل قلب والقلب سمي قلبا لأنه يتقلب يعني يتقلب يتغير سمي القلب قلبا لأنه يتغير أوليا سيدي وروينا عن الأستاذ الإمام أب القاسم القشيري رحمه الله تعالى قال الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد إفراد الحق تبارك وتعالى في إيه؟ في الطاعة في الطاعة بالإيه؟ بالقصد يعني بنية يعني نحن لا نعبد إلا الله ولا نقصد من عبادتنا إلا الله وكلنا إلى الله وعجبا كل من يفعل من أجل الناس الناس ترى يوم الإيامة يا رب يا رب إيه؟ أنت فعلت حتى يقول الناس أنك كريما وقد قالوا لكن إن فعلها إخلاصا لله أخذ السواب من الله إن شاء الله يأخذ والناس ستقول الناس إيه؟ يعني من بنى مسجد لله ومن بنى مسجد رياء النتيجة واحدة الناس تتكلم هنا والناس تتكلم هنا لكن القضية في ربنا ربنا هو العالم ربنا هو إيه؟ هو العالم أولي سيجي ولذلك الرياء الرياء شرك أصغر شرك إيه؟ لأنك أشركت أريد الله مع الناس فصرت مشرك طيب وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق من تصنع لمخلوق لو تصنع لمخلوق إذن هو يريد رضى المخلوق ولم يريد رضى الخالق أكرر يريد رضى المخلوق ولا يريد رضى الخالق دون شيء آخر من تصنع لمخلوق واكتساب محمدة عند الناس آه اكتساب محمدة يريد أن الناس تفرح به أن الناس تشكره قالوا علامة العبد الرباني استواء المدح والزم عنده إن قالوا سيء لا يبالي وإن قالوا جيد لا يبالي لأنه مع مين مع الله ليس مع الناس هو مع الله ليس مع الناس مدام ليس مع الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى كان الرسول يمدح الناس لكن المشكلة أنت ما تمدح نفسك قال صلى الله صلى الله وعلي وسلم نعم العبد عبد الله بن عمر إلا أنه لا يقوم الليل فلما قام الليل ما شاء الله صار عبد عظيم أو وكان يمدح ويقول أفردكم زيد وأقضاكم علي الفاروق عمر أبو بكر الصديق عثمان رجل تستحي منه الموضوع الموضوع إن الإنسان يحيى بالمدح لا بالزم وكان الرسول يمدح لكن هل المتحدة يقع في قلبك موقع المغطر ولا يقع في قلبك قول يعني موقع الفرح أنه على الحق وليس على الباطل الفرق النية الفرق النية أولي سيدي قال ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين يا سلام تصفية الفعل الفعل اللي هو عملك عن مين عن آية عن ملاحظة المخلوقين إيه ملاحظة ترى الناس ولا ترى الله تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين يعني أنا لا أريد بفعلي أن يرى الناس وما لا تريد مين أريد الله فإذا أظهره مع السلامة أنا ليس العلاقة من أراد خير الدنيا من أراد الدنيا فعليه بالقرآن ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما فعليه بالقرآن أولي سيتي قال ويصح أن يقال الإخلاص التوقي عن ملاحظة الأشخاص التوقي الحماية يعني الإبتعاد عن ملاحظة الأشخاص اعمل ما بدالك دون أن تنظر إلى متح الناس مولانا الإخلاص ده صعب ومن هنا قالوا لا يسأل عن الرياء إلا مخلص لا يسأل عن الرياء إلا إيه إلا مخلصا فإنت اعمل العمل ولا تبالي ولا تنظر إلى الخلق إن شاء الله يكون في إخلاص نعم نفس الفكرة والصدق التنقي عن مطالعة النفس إيه مطالعة النفس هل كلامك ده فيه مصلحة شخصية ولا لله هل كلامك موافق للواقع ولا مخالف للواقع هل كلامك تريد أن تفهم الناس الآخرة وأنت تريد الدنيا ولا تعمل إيه أصدق شيء أن تكون صادق مع نفسك كيف يكون الإنسان صادقا مع نفسه إذا استوى الظاهر مع الباطن يعني الداخل مع الخارج قوله وفعله وقلبه سواء هذا إنسان مية في المية مخلص مية في المية مخلص قول وفعل وقلب دي الأعمال بتاعتنا أعمال قلبية وأعمال لسانية وأعمال بدنية ثلاثة كن صادق في الثلاثة تكون مخلص نعم فالمخلص لا رياء له فالمخلص الفاء الفصيحة فاء الفصيحة لا رياء له إر ياء أن ترى الناس إر ياء شركة أصغر إر ياء عاوز الشكر من الناس وليس له علاقة بالله ربنا ما ظلمكش وما ربك بظلام للعبيد يوم القيامة أردت الناس فقال الناس ما أردته أخسته يعني أنت عاوز إيه دلوقتي ما تريده هو قوة قالوه لك يا زكي في مائدة للناس دي مش عارف آه يا نور عزيزتي هتفتروا فين مش عارفين يعني العالدي مش عارفين طب هي موجودة تخصص مائدة النسائي سيد زكي جاب لهم طعام سيد زكي استغفر الله العظيم أما الرجال لهم الله آه تركيا هتفتر فين في البيت عندك بيت وعندك طعام ما شاء الله آه مريم هتفتري فين يعني مش عارفة انت ساكنة في الهرم العبور هي المشكلة العبور تكسب 300 جنيه رح ايه العبور دي استغفر الله العظيم العروس اللي جنب دي ساكنة فين آه قريبة خالص طب الحل يا أولاد تيلوش ربنا هيجيب الفرج قولي يا ابني لكن لو انتوا أجانب كان زكي فاتركوا لكن زكي دا ما عندوش أخلاء قولي يا ابني والصادق لا إعجاب له حاضر وروينا عن أبي يعقوب السوسي رضي الله عنه قال متى شهدوا في إخلاصهم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى إخلاص كلام جميل بص أنا مخلص في عملي أنا مخلص في عملي انت بتقول الكلام دا لمن لمن توجه هذا الكلام للناس تعرف تريد أن تعرف الناس أن انت مخلص هذا يحتاج إلى إخلاص انت بتقول لهم ليه أن انت مخلص شوف يا شباب نعم أنا يعلم الله أن أنا مخلص يحتاج إلى إخلاص آه ممكن يعني في واحد يعطيك مال حتى توزع والله يبني أنا لا أخذ منه شيء لي عشان فيه اعتقاد عند بعض الناس والعاملين عليها فهذا من باب الإخبار أنا ليس لي علاقة فيها بتوضح له منهجك فيه واحد تاني والله أنا سأخذ منها النصيب علشان أنا أعمل في توزيع الزكاة أنا أعرفه لكن أنا مخلص فيما أقول يبقى هذا الكلام يحتاج إلى دليل حتى لا تقع فين في الرياء أنك تحب أن يقول السامع أنك مخلص خلاص شوف تركي خذ معك خمستاشا من هؤلاء إفطار النهضة تستطيع ولا صعب شوية لا يوجد أبخل خلق الله يقولك لا يوجد أبخل خلق الله كان فيه هدهد سليمان تعرفون قال لمولانا سليمان أنا أدعوك على طعام فقال سليمان وحدي قال أنت وجيشك كيف هدهد يطعم سليمان مش مشكلة لكن كيف يطعم جيش فقال موعدنا عند النهر فذهب سليمان والقند عند من عند النهر فطار الهدهد واستاض جراد عارفين جراد بيتير ده ثم قتلها ونزل إلى البحر إلى النهر ووضعها فيه وقال لسليمان هنم على الطعام قال أين الطعام قال من فاته اللحم أدرك المراق يعني من فاته من الجيش أن يأكل من جسد الجراد الجرادة يشرب شرب شرب فين الشرب النهر كله شرب من فاته اللحم أدرك ماهيه خلاص يا تركي فواحد يأكل واثنين يشم حوز بالله بخلاق جدا أبخل خلق الله الناس دي يا ابني قل الله مني صائم بتضحك لي علينا شو فاطر يعني حقا دي ما تفطرش جيلا حقا دي ما تفطرش بيتحك بيتحك قل له يا جيلا يضحك يا أناك جيلا يضحك أولي شوفت يا أناك جيلا فرحان ده سباب في البلدكم عشان أنتم سيئين الأخلاق لكن في مصر فيه احترام قل يا ابني اه اروا من فاته اللحم أدرك لإيه طعم الواحد يكفي عشرة وروينا عن السيد الجليل ذنون رضي الله عنه قال ثلاث من علامات الإخلاص شوفهم فيك بقى إذا وجدت ثلاث علامات انت مخلص يلا كده واحد استواء المدح والذن من العامة ده جميل انت مع الله لا يهمك الناس فرحان الناس غضبان ما دومت على الحق كان دايما يقوله كده إلهي إن لم يكن لك علي غضب فلا قبالي إذا كان عملي هذا يا رب لا يغضبك أنا غير غضبان بما يقول الناس اتنين ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال نسيان رؤية الأعمال في الأعمال دي صعب شوية يعني تحسن وتنفق وتتصدق وكأنك لم تفعل شيء لأنك لو فرحان بصدقتك وفرحان بعملك الصالح ستنسى أنه لله ويأتيك شهوة العمل زي واحد يحب توزيع الطعام جميل نية جميلة جدا لكن يوزع الطعام حتى يشعر بسعادة أنه يفعل والله ده جميل أو ده مش عارف فهنا خلي بالك لازم تنسى الخير الذي فعلته كانوا يقولون في مثال كده مصري اعمل الخير وارمي اقذفه في البحر يعني هذا الكلام موجود في الكتب موجود اقل يا سيدي واقتداء ثواب العمل في الآخرة دي رقم ثلاثة برضو جميلة شوف مولا رقم واحد المادحون والزامون سوا اثنين لا تقف عند العمل الذي فعلته وتجاوزه ثلاثة دي في أجمل حاجة اهي لا تنتظر شكرا من الناس لا تنتظر شكرا انت عملت المين لله متى السواب يوم القيامة اذا موعد الحصاد والأكل لم يأتي في الدنيا فلماذا غضبان ان الناس لم تشكرك لا تنتظر منهم كلمة ايه شكرا قولي سيدي وعن ابي عثمان المغربي رحمه الله تعالى قال الإخلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق خلاص المجهول لا يشغل انت مع ربنا من كان مع الله ينسى الناس اذهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس ده حديث ده حديث جميل قوي كيف الله يحبني اترك الدنيا كيف الناس تحبني اترك ما في ايدي الناس مولانا انا موبايل ده مركته ايه اه ده اشترها منين اه لو انا اشتري ما عنديش اعترات لكن القضية انا لا اشتري ولا ابيع فعندما تشعر اني انا انظر الى ممتلكاتك ها اما انا حاسد واما ضاغد واما ناقم واما معرفش هندخل بقى في امراض القلوب عشان كده مولانا اذهد في الدنيا يحبك الله لان الدنيا ملك لله وازهد فيما عند الناس لان الناس تملكه فلا تنازع الناس فيما اعطاهم الله هنا يحبك الناس اولا سيدي وعن حذيفة المرعش رحمه الله تعالى فقال الاخلاص ان تستوي افعال العبد في الظاهر والباطل حاضر انت معك شلو سعب الرحمن الالف وسبممت جنيه معك طيب كم مليان وعن السيد الجليل القضايل ابن عياد رحمه الله تعالى قالت ترك العمل لأجل الناس رياد هنا بقى كان لي صديق في الدراسة كان اسمه علي مش فاكر ايه هو ترك ترك الدراسة واحنا صغار بس كان صالح قوي وكان راجل من اهل الله وساعت كان يأتي مسجد الظاهر يساعدني في الصلاة لكن كان لا يصلي الصبح في الجامعة فانا سألته ابني انت صاحي واعد في البلكونة وتصلي في الحجرة طب لماذا لا تذهب وتصلي قال الباب حديد باب البيت ايه هو كان يسكن بجوار بيتي زمان يعني فعندما نفتح لصلاة الصبح الجيران تسمع فالجيران فرحنين الشيخ علي بيصلي الصبح في المسجد فهو يعني دخل في قلبه ان الناس يعني تقول انه من العباد وما هو فترك صلاة الصبح في المسجد حتى لا يراه الجيران الشيخ هنا الكلام ده الامام النووي ذكره في اول رياض الصالحين اجمل كتاب بعد القرآن الكريم طبعا يعني ده تواضع مني لان الامتاع بدعي افضل لا اللي مش عاجبه يرده كل من ينكر خيرنا يرجع فاعظم كتاب الامتاع مش عاجبك رد خلاص الامتاع انت كل سنة انت طيبين خلاص اللي معكتاب يحافظ عليه لانه غالبا مش هنتبعه تاني في الجنة بقى اه اللي معكتاب يحافظ ايه عليه قال ايه الامام النووي في رياض الصالحين الكتاب الجميل او او ده ذكر كلام القاضي عياض قاضي عياض مات سنة خمسمية اربعة واربعين لو انت تفعل العمل من اجل الناس ده رياء صح طب انا لا اعمل حتى لا يقول الناس شرك لانك اشركت الخوف من الناس مع الخوف من الله يعني افعل رياء لا افعل شرك طب اعمل ايه افعل ما يأمرك الله ولا تنظر للخلق داعي الخلق للخالق لا تفعل ظلمت نفسك وتفعل ظلمت نفسك طب الخلاص الخلاص الاخلاص فهمت يا ابني ها يمين رياء شمال شرك طب اروح فين مولانا امشي في طريقك وليس لك علاقة بالناس يقول عالم يقول جاهل يقول كريم يقول بخيل يقول جيد يقول سيء انا مش فاضي فهمت المشغول لا يشغل ركزي مولانا المشغول لا يشغل قال ترك العمل لأجل الناس رياء والعمل لأجل الناس شرك كلام جميل او كلام جميل او والإخلاص أن يعافيك الله منهما الإخلاص أن الله يرحمك من أن تكون مرتاء ومن أن تكون مشركا قال جميل او وعن السيد الجليل أبي محمد سهل بن عبد الله التستري رحمه التستري التستري رحمه الله تعالى أنه سئل عن أي شيء أشد على النفس قال الإخلاص لأنه ليس لها فيه نصيب كلام جميل لأن النفس تحب أن تمدح غزاء النفس المتح والرياء والحاجات العجب والكبر فجأة هو يميت 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 عشان كده الإمام الشفعي يقول أمدت مطامعي أمدت كل إنسان له مطامع كل إنسان له شهوة إلا أن الله إذا أراد بعبد خير يميت نفسه بيسموها إنكار الذات إنكار مع العلم لا يوجد واحد أنكر ذاته إلا وربنا كرمه عشان كده لك الغرور مقبرة العالم الغرور مقبرة الكبر الكبر بطر بطر الحق الكبر بطر الحق قتل الحق نعم وعن يوسف بن الحسين رحمه الله تعالى قال أعز شيء في الدنيا الإخلاس عزيز يعني قليل العزيز ما رواه اثنان فقط لكن هنا ما عزيز بمعنى إيه قليل دائمين ولكن الشيء العزيز يعني الشيء العزيز القليل نعم وعن أبي عثمان المغرب رحمه الله تعالى قال إخلاس العوام ما لا يكون للنفس فيه حظ وإخلاس الخواص ما يجري عليهم لا بهم فتبدو منهم الطاعات وهم عنها بمعزل شفت يعني يفعل وكأنه لم يفعل ده الخواص يفعل وكأنه لم يفعل هو هذا بطبعه هذا بطبعه ولا تقع لهم عليه رؤية يعني رؤية لا ينظر إلى الخير الذي فعله فعل وانتهى أمره العلماء قالوا ما أفلح ملتفت ما أفلح يعني ما أفلح ملتفت تنظر إلى كل حاجة عملتها فرحام بكل حاجة عملتها كل الكلام ده يعني هيبقى صعب بالنسبة لك هيبقى صعب قول يا سيدي ولا لهم عليها اعتداد آه إيه ولا لهم عليها اعتداد لا يبني أحلامه على عمله صالح إحنا قلنا الحضراتكم ما أفلح ملتفت يعني إيه هو فعل الخير وإنسان لا ينظر إلى عواقبه ولا ينتظر أن يقول له أحد شكرا قول يا سيدي وروينا عن السيد الجليل الإمام التابعي مقحول رضي الله عنه قال ما أخلص عبد قط أربعين يوما إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه ولسانه ولسانه الآية محفوظة واتقوا الله ويعلمكم الله أخلص أربعين يوم أربعين يوم ده يعني ليس شرط أربعين يوم ده رقم يقال لكل الكثرة يعني تدرب تدرب على الصلاح تدرب على الصلاة تدرب على الإخلاص تدرب على عدم قول السوب تدرب 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 هتظهر عليك الفتوحات الفتوحات ما أنت خلاص صرت عبد رباني صار يصلي هيظهر عليه التقوى لأنه صار يخاف من الله كيف يصلي ويرتكي بحرام كيف يصلي حاجات كتير طب المراقبة لله ميزان ميزان عمله سينظر دائما في هذا الميزان مرة واثنين وثلاثة واربعة فلو داوم على فعل الخيرات وداوم على التقوى وداوم 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 هتظهر ليه أن الزنوب هت إل وإذا قلت الزنوب طر الأنوار لأن الزنوب هي الحواق زبينك وبين ربنا أقول لسيتي وروينا عن سهل التستري رحمه الله تعالى قالت من زهدى في الدنيا أربعين يوما صادقا من قلبه مخلصا في ذلك ظهرت له الكرامات بشأن ألتلك الكتاب إخلاص وتوبة وصدق كرامة دا طريقة للصلاح بس الشيخ أول حاجة تكلم عن النية أول ما تكلم تكلم عن مين عن النية عن النية لازم النية لا أجر إلا بنية لا أجر إلى ابنية الإخلاص يثاب المرء بنيته إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات فلازم قلبي سليم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم التي فن في الصدور ولم يطلع على النية إلا الله أولا سين ومن لم تظهر له فلأنه عدم الصدق في زهده يعني إيه؟ ليس الشرط أن ترى الكرامة خوارت للعداد قال السادة النقشبندية الاستقامة أعظم كرامة فالشيخ بيقول إن كنت من الأولياء ولم تظهر على يديك الكرامات أنت غير مخلص في إيه؟ في صدقك أو غير صادق في عملك الكرامة ليس خوارق العادات يعني خوارق العادات؟ أنا دائما أتكلم في التليفون وما فيش رصيد أعظم كرامة كرامة سدقيني الشيخ يتكلم وما فيش رصيد كيف يتكلم كرامة؟ لا يا مولانا الكرامة دي كرامة خريقة للعادة لكن الكرامة الكرامة الاستقامة الاستقامة طريق لعوجاجة فيه واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا دي الاستقامة طريق لعوجاجة فيه شفت كلامهم جميل أوي الاستقامة ليست كرامة أعظم كرامة قولة سيد فطيلة لسهل كيف تظهر له الكرامات قالت يأخذ ما يشاء كما يشاء من حيث يشاء دا كلام في غاية الخطورة التيسير التيسير يأخذ ما يشاء متى شاء حيث شاء يعني سبحان الله الله يسر له كل الأمور عاوز ايه امتى من غير بكام ومن غير كيف دي حياة المؤمن العبد الرباني حياته كلها سلكة بدون مشاكل عاوز ايه كتب موجود مال موجود علم الله يسر اذا يسر لك الله سبل ما تريد هو دا اللي احنا عايزينه دي دي كرامة اعتقد تلمسها وتشوفها شوفها مع نفسك كده كل ما تريد تلاقيه سهل ميسر ما فيش مشاكل خالص كل اللي انت عايزه ربنا بيسره التيسير علامة الاذن التيسير علامة الايه نعم قال سهل التستري رحمه الله تعالى نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا الأكياس يعني الأذكياء نظر الأكياس أي الأذكياء نعم أن تكون حركته وسكونه في سره وعلى نيته لله تعالى وحده هو الإنسان إما حركة وإما سكون دا حال الإنسان إما متحرك وإما ساكن فعايز لك أنا في حركاتي وسكناتي لله أنا ظاهرا وباطنا لله جسدا وروحا لله هذه الاستغراق لا يمازجه شيء لا يمازجه شيء ماشي لا نفس ولا هوى ولا دنيا حاضر وأما الصدق قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أعلى درجات الجنة الأنبياء والشهداء ثاني درجة الصدق ثالث درجة الشهداء مع النبيين والصدقين والشهداء ثلاثة رقم اثنين الصدق وروينا عن الأستاذ القشيري رحمه الله تعالى قال الصدق عماد الأمر وبه تمامه وفيه نظامه الله seeing you هذا الحائط مهم وهذا السقف مهم لكن لو هذا العمود مش موجود كله يسقط جدار وسقف نعمتان هذا العمود رحمه ذات العمد أصحاب الأعمدة عموده الإخلاص لو ما فيش إخلاص لو ما فيش صدق كل الأعمال الصالحة تنهار لأنها أصلا ليست أعمال صالحة أولا سيد قال وأقل الصدق استواء السر والعلانية هذا ضابط مهم الظاهر زي الباطل الظاهر زي الظاهر زي الباطل وروينا عن سهل رحمه الله قال لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه وغيره المداهن الخداع المداهن الخداع وده لو تدهنه فيدهنون لا يعرف الصدق مخادع لأن المخادع ظاهره غير باطنه يبقى كده تعريف الصدق غير موجود الشيخ بيقول لي أقل درجات الصدق استواء الظاهر والباطن طب المخادع الظاهر شيء والباطن شيء آخر وروينا عن دنن المصري رحمه الله تعالى أنه قال الصدق سيف الله وما وضع على شيء إلا قطعه وروينا عن سيد الجليل الإمام العارف الحارث المحاسبي رحمه الله تعالى قال الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق يعني لا يبالي لا يهتم لا يهتم في عمله وفعله وقوله رضى الناس الناس ترضى الناس تغضب الناس تحبك الناس تكرهك يفعله ما يفعله المدم هو مع الله خلاص كما قلت لك في بداية الدرس إلهي تندم نجاه مع الله إن لم يكن لك علي غضب فلا أبالي فلا أهتم أنا أهتم برضى الله فقط نعم الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه خاضر ولا يحب اطلاع الناس على متاقيل الذر على متاقيل الذر من حسن عمله ولا يكره أن يطلع الناس على سيء من عمله يعني إيه مولانا هو لا يعتبر شيء سيء ولا شيء جيد هو كل عنده سواء لكن الإثم فيهن علامة الإثم ما حاكى حاكى يعني يتعبك فالصدر وخشيب تخاف أن يطلع عليه الناس ده ضابط خفيف تعرف أنت ماشي على طريق حق ولا طريق باطل الإثم ما حاكى في الصدر وخشيت أن يطلع عليه الناس الله بيعطي علامات للإنسان عشان يعرف هو ماشي صح ولا ماشي خطأ فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم أنا لا أحب أن يرى الناس عيوبي وأغضب لو اطلع الناس على عيبي يبقى أنا غير صادق غير إيه ليه أنا عاوز رياء عايز الناس تقول علي حلو الناس تقول الناس فين ربنا ما فيش ادي مشكلة صح بالرياء الناس 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 طب المخلص الله 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 في فرق كبير بين الناس وبين الله من يريد الناس مع السلامة لكن الناس زائل من اعتمد على الفاني فاني أما الله باقي ومن اعتمد على الباقي يبقى التمسك بالفناء وبأسباب الفناء فناء وليس هذا من إخلاص الصديقين ما شاء الله وليس هذا من إخلاص الصديقين مين الصديقين رقم اتنين في الجنة الأنبياء والرسل اتنين الصديقين تلاتة الشهداء مين الصادق قلنا تلات حاجات حد فاكرهم استواء الظاهر والبطن اتنين يفعل الخير ويترك تلاتة لا ينتظر الأجر إلا من مين هذه تلات علامات تدل على أنت صادق ولا كاذب هنا مش الصدق في القول الصدق في حياتك الصدق كإنسان مش الصدق إنه نهاردة الخميس والكاذب إنه نهاردة الأربعة لا وقيل إذا طلبت من الله تعالى الصدق أعطاك مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة أو إنت ترى هذا ترى الحلم وترى السيء وترى الجيد وترى غير الجيد والله أعطاك بصيرة البصيرة دي عدسة في القلب عدسة فين أدي المرآة المؤمن يرى بنور من بنور الله المؤمن يرى بنور الله كيف يرى بنور الله لو كان مع الله أحكي لكم حكاية صغيرة الإمام بن عربي انتقل سنة 638 غالبا كتب الفتوحات المكية كبير أوي حدود 37 مجلد واختصرها الإمام الشعراني في كتاب حلو أو أوي اختصره في شهر رمضان فقط اسمه عقائد الأكابر ياريت تقرر كتاب جميل أنا عندي طبعة الحلم قديمة أوي معرفش لو الطبعة طبعة جديدة نشتري إن شاء الله أبر رحمن تشتري لي هدية خلاص لا مص أنا الظاهر زي الباطن أنا ممكن أقوله اشتري يشتري عندما يعطيني خلاص لا أعطي من لكن أنا في قلبي هدية خلاص قلت له هدية لكن المشكلة أنا بقى خاطب مين وخاطب جيلة اللهم من نصاين خلاص أبخل خلق الله بعد عبد القادر يعني في قادر ده مستوى راكي قوي في البخل مولانا نعم براحة بس شوية كده الفتحات المكية آه كتاب كبير اختصره له مولانا الشعراني في مجلد كبير كده اسمه عقائد الأكابر بدأه واحد رمضان انتهى منه نهاية رمضان كان العلماء يحبوا يعملوا في رمضان حاجات حلوة قوية زي مولانا الإمام الجلال الدين الصيوتي من واحد رمضان إلى عشر شوال انتهى من الجلالين من البقرة إلى آخر الإسراء فوضع الكتاب فوق الكعبة كتاب يعني شوف بقى أوراق قد إيه وقال أعود العام القادم في الحج فإن كان هذا الكتاب يرضي الله سأراه لا يرضي الله لا أجده فيه هواء شديد مطر شديد رياح شديدة كانوا يضعون زي حواجز بلاستيك سقيل كده في الحرم تنظيم مرة يأتي هواء ما شاء الله يطير فإذا جاء الهواء في مكة جاء فلو يعني قليل من هذا الهواء على هذا الكتاب ينتهي أمطار ما شاء الله سيول سيول الشاهد أنه بعد عام وجد الكتاب كما هو فأخذه ونسخه اختبار لكن تعال بقى أعطيك اختبار جميل في كيف يرى المؤمن بنور الله نفس الفكرة فعلها الإمام الشاطبي صاحب الشاطبية في التجويد في علم القراءات وصاحب الاعتصام وصاحب الموافقات الإمام الشاطبي الأندلسي وكان كفيفا لا يرى بعينه هذا مذكور في الترجمة بتاعه الشيخ ده جاء إلى الأسكندرية ومات في القاهرة وهو من الأندلس كتب المنظومة 1117 بيت اللي هي منظومة الشاطبية ثم تسنى الأوراق ووضعت في المحبرة التي تكتب بها البوز ده ثم ألقاها فين هو في الأندلس في أسبانيا ألقاها فين في البحر اللي هو البحر الأبيض كان يسمى بحر الروم في شوف أسبانيا فين مغرب جزائر تونس لبيا الأسكندرية آخر البحر فواحد من السيادين استادها الشيخ قال لو كان الله يريدها تبقى لا يريدها مع السلامة ده موجود في ترجمة الإمام الشاطبي فعندما أخذها السياد السياد يعني مش عارف إيه يظن فيها ذهب ولا إيه فيكسر فوجد أوراق وكلام كده فأعطاها لأحد العلماء فقرأها فأعجب بها علم القراءات إلى الآن إحنا لا يوجد عندنا في منظومات القراءات إلا إيه شاطبية قراءات السبع ها الضرة لا الضرة دي تكملة للسبع بس ده كتاب مستقل الكتاب الكبير إيه طيبة النشر في القراءات العشر المين لابن الجزري لماذا سنة تمنمية تلاتة وثلاثين صاحب المنظومة التي كنا نقرأها فعندما قرأها العلماء وأعجبوا بها قالوا لابد أن يأتي وبالفعل ذهبوا وجاءوا به من الإيه من الأندنس كان عادة عند العلماء زمان حتى لا يخرج العالم من البلد ويجلس ويعلم لأنهم تعرفون أن العلماء كانوا يبحثون عن الرحلة فهو في مصر بعد كده يروح اسكندرية اسكندرية المنصورة ثم السعودية أمريكا يعني يخرج كده رحلات جدع فزوجوه الزواج إصلاح ودهزيب ومن لم تربيه أمه ربته زوجته فتزوج هو كفيف الزواجة يعني طيبة عايزة تقول له يعني إن أنا جميلة فقالت إن شعري جميل وشعري طويل آهل لو كنت ترى جماله فقال شعرك لون أسود إلا شعر واحدة بيضاء يعني هي نفسها كيف تعرف هذا فقالت أمي أعلمتك يعني أمي قالت لك إن شعري أسود إلا شعر بيضاء قال لم تخبرني قال قال فمن أعلمك قال ألا تعلمين أن المؤمن يرى بنور الله كرامة المؤمن يرى بنور الله بنور الله الله أعلمه وإن كان أعمى القلب ولكن لم يكن أعمى العين ولكن لم يكن أعمى البصيرة هذا الكلام حصل كتير العلماء وزهاد وعباء لأن الكرامة موجودة بشارة أن يوجد الإخلاص المرة جاية إحنا لدينا حل في المسألة دي والآن ساعة خمسة وعشرة نترككم على ساعة وخمس دقائق ومن لم يجد إفطار يجلس أنا أحاول أدبر له أحاول أدبر له اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافر آمين أفضل يالل ترجمة نانسي قنقر